فيما يخص المشاريع الكبرى الضقاوية لتأمين ورقلة من ناحية توزيع خاصة بالكهرباء ونحن على مشاريع فالصيف لم نقل نحن نبدينا على نظر الصيف في التحضير لفصل الصيف وتحضير فيما يخص التأمين وكذلك ضمان نوعية حسنة لتزويد بطاقة الكهرباء وكذلك استمرارية في هذه الطاقة السيئة الغالية بالنسبة لهذا البرنامج سونالغاز وعبر الدراسات انتاحها والتسهيلات التي أعطتها السلطات المركزية سواء وزارة الطاقة مع شركة سونالغاز ونرى نفتع ريفتعي أنه بلولا قلت بللي شركة سونالغاز عملاق إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر وفي شمال إفريقيا وبالتالي هنا عدنا ثلاثة انتاع المشاريع اللي استفدينا منهم في المنطقة انتاعنا من أجل لمواجهة الحرن تعفص الصيف علما أن طرح ناقص يعني ماهوش بحدة ربما يتمشي الكهرباء في حي ولا حيين ومن بعد تسترجع بعد ثواني ولا بعد دقائق إذن لتدعيم هذا الانتاج أولا عدنا محول كهربائي كبير اللي راح في منطقة بامنديل منطقة بامنديل هي من الأحياء الواعدة في المستقبل باعتبار أن سيد وزير السكن وضع حجر الأساس ل4500 قطعة أرضية للمواطنين في إطار التجزيئات منطقة بامنديل هذه درنا فيها محول كبير وين غادي يكون على أكثر تقدير حوالي شهر شهر ونص يكون واجد وبالتالي يدخل في الإنتاج يعني من المدة تطول يعني في نهاية ماي يدخل الإنتاج إن شاء الله وبالتالي يدعم إنتاج الطاقة على مستوى بلدية ورقلا على مستوى مدينة ورقلا المكونة من ثلاثة بلديات هي بلدية ورقلا الرويسات والعين البيضاء هناك محول آخر على مستوى سيدخ ويلد كذلك ثاني سوف يدعم إنتاج الطاقة الكهربائية والقطب العملاق والقطب الكبير حاسم سعود المدينة الجديدة كذلك فيها محولات كهربائية وبالتالي إن شاء الله ما غاديش نعيشو نقص في الكهرباء وإنما نكونو ناس مضبطين من حيث أننا نؤدو الخدمات نتاعنا ونقفو عليهم لمدة 24 ساعة إلى 24 ساعة باش الساكينات نجم تفوت الصيف نتاحها في أريحية تامة والاقتصاد السبل تاعه تبقى سليسة وتبقى عادية من أجل الإنتاج وإن شاء الله الظروف تكون مليحة بالنسبة لكل المتواجدين في ورقلة سواء ساكينة أو الناس الذين يمرون على ورقلة على ذكر أريحية الأريحية التي تعمل عليها صونيغاز بمساعدة سلطات الولائية سيد الولي الأريحية هذه يكون فيها عراقيل من بين العراقيل منها مؤسسة صونيغاز هي الاعتراضات والتعدي على الشبكات الكاربائية لتثقلوا كاهل المؤسسة وتعرقل على مستوى الإصلاح وحتى على مستوى الانقطاعات العديد من الانقطاعات سببها التعدي على الشبكة كلمتكم سيد الولي في هذا الموضوع قبل أن نتطرق إلى التعدي يجب أن نعرف المرفق العام الذي هو صونيغاز والمرفق العام هو لكل الناس وهو منتج الكهرباء وله احتكار إنتاج الكهرباء أو حصرية هذه الحصرية تدفعنا إلى الحفاظ على هذا المرفق العام من جهة من جهة ثانية هناك تعدي هناك من يسرق الكهرباء وهناك من يخرب التجهيزات الكهربائية والظاهر الخطير هو أن كي الناس اللي باش يسرقوا مادة النحاس يدخل يطلع للبوست سو تنسيون ويقلع منه مادة النحاس يعني وهذا شي خطير والله شي من عند الناس عارفين بخبايا الكهرباء وتسيرها وبالتالي اتخذنا في هذا الإطار مع اللجنة الأمنية مجموعة من الإجراءات للسرقة والتعاون الثاني كان مع النيابة العامة ونحولنا لهم الملف وعطيناهم لأنهم أهل اختصاص ومن نجموش ندخلو لهم في السلطة بتاحهم ثانياً أنا انطلقت من منطلق أن الوالي هو ممثل الدولة وبالتالي له الصفة والمصلحة مدام عدنا الصفة والمصلحة إذن ما نخلوش سونا القاس هي وحدها اللي تتصدى لهذه المجرمين يعني باش هي اللي ترفع القضايا أمام العدلة وإنما احنا دايماً مدخلين في الخسام وبالتالي رأنا نحارب فيها الظاهرة وهي ربما ظاهرة عندها ظروفها وربما عندها دوافعها وعندها حتى أهدافها يعني الناس بغين يخربوا ربما اه شيء والله يخربوا في الاقتصاد الوطني بطرق يعني نتاع ما كانش تفكير ما كانش دون وعي دون وعي دون إحساس وما يهمهمش فيها تشيء وبالتالي هذه تعتبر إلا قطرة من بحر وإحنا رأنا نحارب فيها وإن شاء الله نوصلوا النتائج مليحة هذا دون شك وحقيقة التمسناه على مستوى ولاية ورقلا بتعاون السلطات الولائية فيما يقص هذا الموضوع مع مصالح صوني غاز كذلك فيه مساهمة سلطات الولائية من خلال المصالح الولائية المتواجدة ومديريات المتواجدة ومديريات التنفيذية العملية التحسيسية سواء كانت تحسيس من مخاطر الغاز التحسيس متعدع شبكة وكذلك التحسيس في ترسيخ ثقافة الاستهلاك للمواطن لأنه هذا كما تفضلتم هو مرفق عام وملك لكل الناس لكن العملية التحسيسية كذلك عندها جدواها في استغلال هذه الطاقة سواء كانت كارباء أو غاز بالنسبة للعملية التحسيسية ننطلق من شقين الشق الأول هو أننا مسؤولين في الدولة الجزائرية وبالتالي تم تشريفنا بذلك يجب أن نعمل عليه وسوف أرجع إليه الجانب الثاني التحسيسي الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره وهذا الدورة على المواطن ونحن رأى نسعى مع المواطن سواء عن طريق الهياكل الثقافية أو الهياكل الدينية التي هي تعتبر المساجد وحتى هياكل أخرى إدارية وغيرها الصفة أنتعنا باش نقدموا العمليات التحسيسية والتي دائما رأينا نخدم عليها مع شركة سونالغاز ومع كل الفاعلين ومع كل الخيرين في هذا الوطن هو عملية تحسيسية أولا بعدم التبذيئ ثانيا بعدم التخريب ثالثا بالحفاظ على المرفق العام الذي لو لا ما عشنا هذه الرفاهية هذا باختصار الله لحد يشيق معك سيادة الوالي ونأتي إلى نهاية هذا الحلقة كلمة أخيرة في هذا الموضوع سيدي والله كلمة أخيرة أولا أن نقدم تشكرتي لكل العاملين في هذا القطع لأنه قطع مهم ورجال صونالغاز سواء إنتاج أو توزيع وغيرها كلهم واقفين 24 ساعة على 24 ساعة إذن فتحي لكل هذا هؤلاء القائمين بذلك من نساء ورجال وعلى رأسهم سيد الرئيس المدير العام الذي عند التسالن به دائما يلبي الطلب ويساعد كل هذه الجماعات المحلية وما نحن إلا ولاية من 58 ولاية لهذا الوطن العزيز وبالتالي نقول للقائمين على القطاع بارك الله فيكم ونشكركم ونشكر وزارة الطاقة كذلك في إطار سياسة شاملة وسياسة كلية تقوم بدمج كل هذه البرامج مع بعضها شكرا شكرا كذلك سيدة الوالي على الاستضافة وعلى السياعة صدرك لكل أسئلتنا وعلى الاستفادة في الشروحات الوافية في مجال الطاقة وفي مجال تنمية على مستوى إليتي ورقلا أقل شيء ولو أن الفترة جيتنا في رمضان كنا أعطيناكم شيء ربي هنيك سيد الوالي شكرا شكرا جزيلا إذن كنا مباشرة من ورقلا وفي استضافة سيد مصطفى غمير ولي وليت ورقلا تقبلوا تحيات المخرج ومنفذ التقني محمد حنك بمساعدة كعوان عبدالرحيم وكذلك هو لي عمري من مصلحة الاتصال لناحية التوزيع ورقلا كنت معكم أنا خلي الهدنة في الإعداد والتقديم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة